أهلا بكم تفتتح يوم غد منافسات الأسبوع العشرين من دور المحترفين لكرة القدم بإقامة مبارتين همتين ويلتقي فريقاء شباب الأردن والحسين إربد في مباراة تقام على استاد الأمير محمد بالزرقاء يتحدد فيها معالم صاحب المركز الرابع فيما يشهد استاد عمان الدولي مباراة فريقي الأصالة والبقعة حيث يريد البقعة مواصلة نتائجه الإيجابية للهروب من شبح الهبوط بينما يسعى الأصالة لتقديم أداء مشرف له رغم هبوطه رسميا إلى مصاف دور المظالم افتتحت أمس بطولة الربيع التنشيطية الأولى لكرة السلة النسوية في قاعة النادي الأرتدوكسي والتي ينظمها الأرتدوكسي بالتعاون مع نادي شابات ألف حيث والتقى فريق الجامعة الأردنية وشابات الأرتدوكسي في افتتاح البطولة فيما يلعب اليوم فريق سيدات الأرتدوكسي والفحيس وتستمر البطولة حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري هذا وتقام منافسات الذهاب في صالة الأرتدوكسي في حين تقام مباريات مرحلة الإياب في قاعة نادي شابات الفحيس يواجه فريق أتلاتيكو مدريد ضيفه برشلونة في لقاء إسبانيا خالص في إياب ربع نهائي دور الأبطال المزيد في التقرير التالي لقاء حاسم يجمع بين أتلاتيكو مدريد وضيفه برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي في إياب الدور ربع نهائي لمصابقة دور أبطال أوروبا أتلاتيكو مدريد يتسلح باللعب على أرضه وبين جماهيره وهما سيشكل دافعا لنجومه لمحاولة الوقوف أمام الأملاق الكتالوني دياغو سيميوني سيعتمد على تألق حارسه أولباك وعودة قلب الدفاع المتألق جودين في حين ينتظر أدوارا هجومية مميزة من لعبيه كوكي وغريزمان لتحقيق فوز يضمن لهم الوصول إلى نصف نهاء البطولة الأغلى ومن جهته يعيش فريق برشلونة في مرحلة شك كبيرة فبعد هزيمته في الكلاسيكو حقق فوزا صعبا على أتلاتيكو مدريد في لقاء الذهاب قبل أن يعود لنتائجه السيئة بالخسارة أمام سوسيداد أنريكي ينتظر خروج فريقه من دوامة النتائج السلبية بقيادة نجومه ليونال ميسي وسواريز ونيمار في حين يتوجب على بيكي ومسكرانو الوقوف أمام الهجمات المدريدية وحماية مرمى برافو أتلاتيكو يتمنى تكرار السيناريو عام 2014 وتخطي برشلونة والوصول إلى نصف النهائي فيما تحلم الكتيبة البرشلونية بمواصلة المشوار نحو لقب ثان على التوالي ليصبح أول فريق يحقق هذا الإنجاز ونبقى في دور أبطال أوروبا حيث يحل فريق بيرن ميونيخ الألماني ضيفا ثقيلا على ملعب النور مع قل فريق بنفكا للحديث أكثر عن هذه المواجهة نستعرض لكم التقرير التالي يستقبل ملعب النور في مدينة لشبونة البرتغالية لقاء كبيرا يجمع بين بيرن ميونيخ الألماني ومضيفه بنفيكا البرتغالي في إياب دور الثمانية ببطولة دور أبطال أوروبا ويسعى بنفيكا لمفاجأة بيرن ميونيخ والفوز عليه في لقاء الإياب بقيادة مديره الفني روي فيتوريا بالاعتماد على نجوم الفريق ميتر والهداف البرازيلي جوناز أوليفيرا والنجم الأرجنتيني جيتان وفيما يمتلك فريق المدرب إيغوارديولا العديد من النجوم أبرزهم لاعبي المقدمة مولر وليفاندو فيما يتوجب على فيدل وألونسو الالتزام بالواجبات الدفاعية تحسبا لأي هجمة برتغالية على مرمى الحارس نويور مباراة فاصلة بين فريق يبحث عن إنجاز تاريخي بالعودة من جديد للمربع الذهبي للبطولة الأغلى وبين مدرب يبحث عن وداعية تاريخية بتحقيق اللقب الأوروبي مع فريقه بيرن ميونيخ أعرب المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان عن سعادته بفوز فريقه على فولفسبورغ الألماني بثلاثة أهداف نظيفة وتأهله إلى الدور قبل النهائي من بطولة دور أبطال أوروبا وأضاف زيدان أنه عاش أفضل ليلة له كمدرب بعد نجاح فريقه في نفض خسارة الذهب وتحقيق فوز كبير في لقاء الإياب وأشهد المدرب الفرنسي بقدرات نجم الفريق كريستيانو رونالدو الذي كان له الفضل في هذا الانتصار الكبير تغلب فريق ديانا بيسرز على ضيفه نيويورك نيكس بمائة ونقطتين مقابل تسعين نقطة ضمن منافسات دور كرة السلة الأمريكي للمحترفين تقدم نيويورك في الربع الأول بست وثلاثين نقطة مقابل تسع وعشرين فيما تفوق أصحاب الأرض في الربع الثاني بأربع وعشرين نقطة مقابل ثماني عشرة نقطة الربع الثالث شهد تفوق انديانا بست وعشرين نقطة مقابل ست عشرة نقطة واستمر تفوق أصحاب الأرض في الربع الأخير بثلاث وعشرين نقطة مقابل عشرين ليحقق فوزا مهما على نيويورك بمائة ونقطتين مقابل تسعين نقطة تأهل الفرنسي جو ويلفريد تسونجا إلى الدور الثالث لبطولة مونتي كارلو للتنس بعد فوزه في مباراة صعبة على الإسباني بابلو بوستا وواجه الفرنسي تسونجا منافسة قوية من نظيره الإسباني حيث تقدم عليه بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و7-6 وبهذا الفوز تأهلت تسونجا إلى الدور الثالث لمواجهة البلجيكي ديفيد جوفان الذي تفوق على الإسباني لوبيز بمجموعتين دون رد